الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال غياب عبد المجيد تبون عن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة وما نتج عنه من تأويلات كان فرصة لتقييم جهود الدبلوماسية الجزائرية خصوصا خلال فترة وزير الخارجية الجديد القديم أحمد عطاف إخفاق وتناقض معا أبرز من تهيليه محللون خصوصا أن الجزائر هي من نظمت القمة العربية قبل الأخيرة وأطلقت عليها قمة لم الشمل وما قامت به بعض وسائل الألم خلال الأيام الأخيرة بيّن أن السلطات الجزائرية بدت متحفظة على الدور السعودي ولم تستجب لطروحات الدبلوماسية السعودية بشأن ما أثير عن المقعد السوري الذي كان ممنوعا من قبله وتغييب الجزائر عن حضور لقاء جد الاستشاري ناهيك عن استضافة الرئيس الأوكراني زيلينسكي من دون استشارة حتى عضاء الجامعة العربية فما بالك بالجزائر؟ لا دخان بدون نار إذن علق أحد المراقبين وهو يقرأ عن تأجيل الزيارة المرتقبة إلى موسكو والتي كانت مقررة في الشهر الحالي رغم أن بأتا حدثت عن استعدادات حثيثة لاستقبال روسيا لعبد مجيد تبون في زيارة دولة وبذلك تكون هذه الزيارة معلقة كما حدث لتأجيل زيارة باريس إلى النصف الثاني من جوان يونيون مقبل في الوقت الذي أعثرت فيه مجلة لوبوان فرنسية شكوكا بعدم إتمامها في تاريخها الجديد والأمر نفسه بنسبة لبيكين التي هي الأخرى تنتظر موعدا محددا وها نحن اليوم نفاجأ بالزيارة تبون إلى البرتغال لتدوم يومين حسب بيان الرئاسة زيارة تساءلت بشأنها مصادر عدة ما إذا هي مبرمجة أم تم التكتم عليها أم أن عنصر المفاجأة تفرض نفسه في الساعات الأخيرة وبغض النظر عن الهدف من هذه الزيارة التي ستندرج في إطار التعاون بين الجزائر والأشبونة إلا أن هناك أسئلة تفرض نفسها بخصوص هذه الضبابية وعدم الوضوح لبرنامج أو جدول عمل الرئاسة في حين يتساءل أيضا عن محل أحمد عطاف من الإعراب في مشهد سياسي مكتوح وملغم في جهات عدة أم أنه أعثر الدبلوماسية الصامتة خلافا لسلفه رمطان أمامرة الذي عوذن على ردود فئله الساخنة بشأن العلاقات الخارجية وحضوره الدبلوماسي كثيرة هي التساؤلات التي يطرحها منتقد السلطة اليوم مذكرينها بشعارات مرحلة ما بعد تسعة عشر بعد الألفين على غرار أن التخبط قد مضى وولى والبلاد دخلت مرحلة أخرى في إطار جزائر جديدة قائمة على المؤسسات اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما سكتش واللي سألنا أجي يخلص لكن العبرة بالأعمال والخواتيم أعضاف هؤلاء مطالبين السلطات بضبط سلم أولوياتها وإتاحة الفرصة للدبلوماسية الجزائرية لاستعادة بارقها فعلا لا قولا بعيدا عما يعرف بالتضارب المواقف وتدخلات جهات في أعلى هرم السلطة لضبط معالم الخارجية الجزائرية وفق ما يراه أصحاب القرار